بسم الله الرحمن الرحيم السيد أنطونيو غتيريش قدمين العام للأمم المتحدة يرحب بكم في العراق في هذه الزيارة الحكومة العراقية تقدر كثيرا هذه الزيارة التي تمثل رسالة دعم للشعب العراقي والمؤسسات الدولة لمواجهة الصعاب والتحديات التي وصل العراق في مسألة تجاوز التحديات الكبيرة خصوصا الأمنية والسياسية وقطع شوط مهم وأسس لحكومة متماسكة تحظى بتوافق وطني من أغلب مكونات الشعب العراقي الحكومة وضعت أولويات اقتصادية وخدماتية وهذا ما تم ترجمته في البرنامج الحكومي في الأولويات الخمسة توفير فرص العمل والخدمات ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وننتظر هنا دعم من الأمم المتحدة عبر الوكالات والبرامج والأنشطة بهذا الصدد نحن ماضون في إرساء معادلة الاستقرار حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني واليوم العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية نعمل على جم الفرقاء والآراء المتناقبة في العراق الذي نرى أنه يلعب دور ريادي بين الأشقاء والأصدقاء لخلق هذا النظام الإقليمي المستقر والذي ينعكس قطعا على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم نعمل على إيجاد شراكات اقتصادية بحكم ما يتمتع به العراق من تروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي نعمل على الإعداد لمؤتمر بغداد 3 وفق رؤية الحكومة الجديدة والتي تختلف جذرياً كون نرى أن الجميع يجب أن يلتقي في بغداد وفق رؤية الاقتصاد والشراكة والتعاون وهذا ما نعمل عليه من أجل أكمال مشاريع الترابط البنيوي والخدمات والاستثمارات المتبادلة والشراكات الاقتصادية هذا الهدف الذي نعمل عليه وهذه الرؤية نابعة من التغيير في طبيعة التحديات التي نواجهها العراق سيادة الأمين العام يواجه تحديات على مستوى المناخ وارتفاع نسبة التصحر وشحة الأمطار والذي أثر بشكل كبير على الحياة في البلد فضلاً عن التأثيرات المناخية الأخرى وتزامن هذا الأمر مع سياسات مائية للدول المتشاطئة سوى بتقليل الإطلاقات المائية أو تغيير مجاري تلك الأنهر وهذا يشكل تحدي للحياة عموماً هناك مواقع تمثل مراكز مهمة في لائحة التراث العالمي اليوم مهددة بسبب شحة المياه وهذه التغييرات المناخية ننتظر من الأمم المتحدة دعم العراق في جهوده بهذا الشأن أيضاً أود أن أسجل الشكر والتقدير لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة للتحقيق المسائلة عن جرائم المرتكبة من قبل داعش يونيتايت نتعاون معه على مدى سنوات وسوف نستمر بهذا التعاون لجمع الأدلة التي تدين مجرمي داعش لتسليم الأدلة إلى جميع المحاكم الوطنية العراقية ومحاسبة هؤلاء المجرمين وإحقاق العدالة لعوائل الضحايا العراق قطع شوط مهم في إجلا وإغاثة النازحين وتقديم الخدمات لهم وعودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطق سكناهم ننتظر من باقي الدول ممارسة هذا الدور لمنع هذه المواقع من أن تكون محطة لممارسات تساهم في إعادة الإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة شكراً سيادة رئيس المزارة شكراً لكم على هذا الترحيب الحال يسعدني أن أعود إلى العراق في الماضي زرت بلادكم أكثر من مرة ولكن الآن أرى عراقاً مختلفاً وانتهينا من اجتماع مثمر أنا هنا في زيارة للتضامن للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية ولتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان لجميع العراقيين ندرك أن التحديات التي وجهها العراق لم تحدث بين ليلة وضحاها هي نتيجة عقود من الحروب والطائفية وتدخلات خارجية ولا يمكن أن نتوقع لحل هذه المشكلات في ليلة وضحاها ولكن هناك أمل لتحقيق هذا التقدم ونحن نأمل ونتأكد من أن خدوث هذا ويشجعني تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها الإصلاحي التطلعي وأحيي رئيس الوزراء على التزامه على معالجات التحديات التي تتوجهها البلاد بما في ذلك محاربة الفساد تحسين الخدمات العامة وتنويع الاقتصاد لتقليل البطالة وخلق فرص خاصة للشباب هذه التغييرات تتطلب إصلاحا ممنهجا ومؤسسات قوية ومسائلة أقوى وحوكمة أفضل على جميع المستويات والأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم جميع هذه الجهود المهمة لقد ناقشنا أهمية البناء على الخطوات الإيجابية القائمة بين بغداد وأربيل وتحرك نحو حوار مؤسسي واتفاق مستدام سيد رئيس الوزراء أعرف أن مسئلة الأمن المائي هي قضية أن تهتم بها تهتمون بها بشكل خاص أن في هذا منذ عشر ألاف عام بدأت النهضة الزراعية في الهلال الخاصي نحن الآن في بلاد ما بين النهرين ولكن الدجلة والفرات الآن يجفان تدفق المياه قلة بشكل كبير ويفطر قلبي أن أرى أن المزارعين يتركون الأراضي التي كانوا يزرعون فيها لألاف السنين قلة المياه في العراق يزيد عليها أيضاً قلة المياه القادمة من الخارج والمزيد من التغيرات المناخية إنه تهديد يتطلب انتباهاً عالمياً نحن نعقد مؤتمر المياه في نيويورك هذا الشهر ونتطلع لمشاركة العراق في هذا المؤتمر إن العراق بين الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ هذا لا يعني فقط الهشاشة البيئية والحرارة العالية والتصحر بل أيضاً يؤدي إلى النزوح ويهدد الأمن الغذائي ويهدد سبل العيش ويقود من حقوق الإنسان خاصة للفئة الأكثر ضعفاً إلى جانب التحديات التي توقعها الحكومة والتحديات الأمنية قد يضع ذلك يشكل تهديد للاستقرار وهذا حقيقي في العراق وفي أي منطقة في المنطقة وهذا ليس تهديداً بل إنه الخطر القائم حالياً الآن وقت للمجتمع الدولي حين له لدعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد والوفاء من أجل النمو الاستقرار الإقليمي والوطني يسيراني معاً العراق مهم ومركزي وأحيي اهتمام الحكومة بالدبلوماسية على أساس علاقة حصن الجوار والسيادة وسلامة الأراضي وأرحب بالتقدم العراق خاصة فيما يتعلق بالتقدم بالقضايا متعلقة بالكويت ومواطني الدول الثالثة وأيضاً قهود العراق بإعادة مواطنيها من شمال الشرق السورية خاصة من مخيم الهول كما أشارتم سيادتكم سيادة رئيس الوزراء من الواضح كما أوضح سيادة رئيس الوزراء التزامه باتفاق سنجار والعودة الطوعية والكريمة للأجزيزيين إلى الذين عانوا كثيراً وهم يستحقون تضامننا الكامل أخيراً أود أن أعبر عن امتناني لكم سيادة رئيس الوزراء ولشعب العراق على تضامنهم ودعمهم لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا في وقت الذي يواجه في العالم هذه الأزمات المتلاحقة الأمل قليل ولكن هنا في بغداد ولدي الكثير من الأمل أمل بأن العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة وأن يتاجها نحو المزيد من الحرية والسلام والازدهار وأن يكون هناك فرص لشبابه والأمم المتحدة فخورة بالاستمرار في دعم العراق في هذه الرحلة شكراً